شيع أهالي مدينة طنطا جثمانة المستشارة هاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا التي توفيت اليوم عن عمر نهز 71 عاما تعد المستشارة هاني الجبالي أول امرأة المصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة حققت العديد من النجاحات في عملها القضائي تتم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة المصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه عام 1944 إن لله وإن إليه راجعون